اشتركوا في القناة على الدفع بمسارات العمل والتنسيق المشترك نحو فضاءات أوسع بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة كما تم خلال الاتصال استعراض آخر المسجددات على الساحتين الإقليمية والدولية بالإضافة إلى مسجددات الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بما فيها الأوضاع في قطاع غزة حيث أشار سموه إلى موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للقضية الفلسطينية والمؤيد لكافة المساعي والجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي عادل ودائم للقضية وذلك من خلال دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مؤكدا أهمية حماية المدنيين ووقف التصعيد وتجنب العنف الذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي كما جرى خلال الاتصال تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين بموجب الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار وبما يعزز الأمن والازدهار ويدعم مسارات التنمية في المنطقة والعالم كما تمت مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك من جانبه أعرب معالي وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية عن تقديره لمساهمات مملكة البحرين في أمن الملاحة البحرية الدولية وتعزيز التدفق الحر لتجارة الدولية بما يصب في تحقيق الأهداف المنشودة ترجمة نانسي قنقر